بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الاعتراف بالفضل من أخلاق الإسلام ومن أخلاق خير الأنام صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ويقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه ورحم الله من قال إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أصحاب الفضل من يعرف فضل الناس ويقوم بشكر الناس فهذا من أهل الفضل لذلك يضرب لنا جل وعلا عدة نماذج في القرآن الكريم من حديثه عن الأنبياء من حديثه عن الأنبياء الذين اعترفوا لله جل وعلا بالفضل هذا سيدنا الخليل إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهذا سيدنا سليمان يقول جل وعلا عنه في القرآن رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وهذا سيدنا رسول الله ينسب الفضل لمولاه ويعترف بالفضل لله جل وعلا فيقول في إحدى معاركه اللهم لولا أنت مهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وهو صلى الله عليه وسلم الوحيد في القرآن الكريم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال له في صورة الفتح إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا مع أنه غفر الله له ما كان وما يكون وما هو كائن قبل أن يكون إلا أنه يتبتل بين يدي مولاه بالليل ويتضرع لله ويقف بين يديه مصليا فتقول له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وهو الشاكر الشكور لمولاه سبحانه وتعالى الاعتراف بالفضل لوالدينا لأن لهم علينا الحق الكبير قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن نشكر لوالدينا كما قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك إلي المصير حتى يقول سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أن ندعو الله لوالدينا بالليل وبالنهار وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأن نعترف بالفضل لمشايخنا ومعلمينا كما كان يفعل الإمام أحمد ظل أربعين سنة يدعو للإمام الشافعي فسأله ولده وقال لما تدعو للشافعي كل هذه السنوات فقال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس خلاصة القول أن أهل الفضل هم من يعترفون بالفضل لأصحاب الفضل نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بهذا الخلق العظيم وأن يؤدبنا بأدب النبي الكريم اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته